المحور الخامس الاحتياجات الأساسية والخدمات أنا يمكن حعدي على التعليم لأن زملائي الوزراء التعليم اتكلموا عليه بصورة كبيرة ولكن بس أنا حابب أذكر أن في 2014 كان ترتبنا على مستوى الخدمات الاجتماعية 108 من 187 دولة التعليم قبل الجامعي معالي وزير التربية والتعليم اتكلم أن ما تم انفاقه في التسع سنين تريليون جنيه على كل منظومة التعليم تربية والتعليم ولكن طبعا منهم أكتر من 100 مليار فقط استثمارات جديدة لكي نحول أو نغير شكل المدارس بتاعتنا من الشكل العليمين إلى الشكل اللي نحن نتكلم فيه النهاردة ما زال لدينا مدارس بهذا الشكل؟ ما زال هناك مدارس بهذا الشكل موضوع نحن لم نخلصناش نحن لسه قدامنا شغل كثير عندنا مدارس ما زالت في القرى عندنا ما زالت معدل تزاحم في الفصل في بعض المحافظات يتطلب أن نضاعف بناء الفصول لكي نصل إلى الرقم المقبول ما بين 35 إلى 40 طالب في الفصل وبالتالي هذا كان شكل الفصول وهذا ما نعمل عليه اليوم فنتحدث عن 120 ألف فصل تم إنشاءهم إنشاء جديد بتكلفة لوحدها 40 مليار أهلنا أكتر من 4300 مدرسة الحقيقة يمكن محول أمية أيضا نزلنا خمس درجات من معدل من نسبة 25% إلى 20% التصرب في التعليم نزلنا فيه بصورة كبيرة جدا لكن الأهم أدخلنا منظومة مدارس جديدة بجودة والتعليم مختلفة غير مدارس الحكومية مدارس اليابانية مدارس النيل مدارس المتفوقين المدارس التكنولوجية كل هذه علشان تطوير المنظومة تعليم جامعي معالي وزير التعليم العالي قال إحنا كنا خمسين جامعة في 2014 النهاردة 96 جامعة يعني تقريبا ضعفنا العدد بالضبط بحيث يكفي احتياج مصر للعشرين سنة الجاية ومازلنا برضو محتاجين نوعيات معينة من الجامعات إنها تنشأ جامعات التكنولوجية وجامعات أخرى علشان تبقى متخصصة وتتوائم مع مستجدات العصر ده بقى شكل الجامعات الجديدة اللي إحنا الدولة المصرية بتنشئها في كل حتة مش سايبين مكان رئي المحلائي فيه هذه الجامعات يمكن سيادة الوزير ملحقش كان يوري المستشفيات الجامعية ودي حصل فيها طفرة كبيرة جدا إحنا في 2014 كنا 88 مستشفى النهاردة 125 مستشفى في تسع سنين أضفنا 37 مستشفى جامعي ب43 ألف سرير عشان نخدم أهالينا ودي شكل المستشفيات الجامعية اللي النهاردة موجودة